أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد من معرض الصحافة والذي نجوب لكم من خلاله على أهم العنومين المتذاولة لصباحة اليوم البداية مشاهدين ستكون بالنهارة جديدة التي عنونت صدر صفحتها الأولى وكتبت الفريق شنجريحة يؤدي زيارة عمل وتفتيش إلى مقار قيادة الدرك الوطنية احذروا الانسياق وراء الإطارة والتهويلة الإعلامية إذا مشاهدين قام الفريق سعيد شنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم أمس الأربعاء بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطنية كما عقد الفريق شنجريحة لقاء توجهيا مع الإطارات والمستخدمين حيث ألقى كلمة توجهية والتي بُتت إلى كافة وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد أين حضر الفريق شنجريحة خلالها من ظاهرة الانسياق وراء الإطارة والتهويل الإعلامي الذي يصاحب بعض الظواهر الاجتماعية وما ينجر عنها ومن جدل عقيم وقد أيضا قد يزيد من تجنيب التنقضات بين مكونات المجتمع الواحد مؤكدا أن المعركة اليوم هي معركة وعي بامتياز إذا مشاهدين عنوان آخر في النهار الجديد دائما الذي كان تحت تأميم مجمع نوفا جغان الخاص وتحويله لديوان الحبوب إذا مشاهدين عالمت النهار من مصادر من المجمع الخاص الناشط بإقليم ولاية البوليدة بأن وفدا رسميا من الدوان المهني للحبوب بازارة مؤسسة نوفا جغان من أجل معاينتها قبل استرجاعها وأيضا استغلالها في تخزين المخزون الاستراتيجي المحلي والمستورد وأكدت على أن الزيارة التي استمرت ساعة ونصف من الزمن وامتدت من الواحدة إلى غاية الثانية والنصف ظهرا كانت كافية لمعاينة المجمع الذي يملك ويمتلك قدرات كبيرة للتخزين ستساهم في مضاعفة القدرات التخزينية للديوان خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه السوق العالمية من ارتفاع الأسعار القمح بنوعية الصلب والليل بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا باعتبارهما البلدين الذين يسيطران على هذه السوق بنسبة 30 من المئة دائما مشاهدين مع الصحف الوطنية الصادرة لصابحة اليوم ونجد في يومية المساء التي عنونت الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس عباس شكرا للجزائر موقفكم ثابت ومشرف إذن مشاهدين تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شكرا من خلالها الجزائر على موقفها الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية كما أطلع رئيس الجمهورية على التطورات الخطيرة للأوضاع في فلسطين المحتلة واستهداف حرمة المقدسات الإسلامية بباحة المسجد الأقصى وأوضح بيان رئاسة الجمهورية مشاهدين أن المكالمة تنولت أيضا الاتصالات التي أجرها رئيس الفلسطيني مع قادة الدول العضاء في مجلس الأمن الدولية وكان رئيس سبون قد بعث يوم الاثنين الماضي برسالة إلى الأمينة العاملية الأمم المتحدة أنتونيو جوتريش بالشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى ضاعيا من المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الكاملة والتعجيلة بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بمجاب القانون الدولية إذا نواصل مشاهدين جولتنا في الصحف الوطنية ونحط بيومية المحور اليومية التي عنونت فاتورة الغداء الجزري قد تبلغ 18 مليار دولار في 2022 إذا مشاهدين حذر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبد الرحمن متولة من تدعيات عودة التضخم العالمي إلى الاقتصاد الكلي والتوازنات الاجتماعية الكلية في 2022 وأكد أن الوضع يستدعي انعاش الاقتصاد الوطني لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خاصة المواد الغذائية التي بلغت مستويات قياسية قد تكلف الجزائر مضاعفة فاتورتها الغذائية للعام الجاري التي قد تبلغ 18 مليار دولار بدل 9 مليار دولار في العام الماضي 2021 وربط الخبير الاقتصادي في تحليله للوضع الاقتصادي الذي يضرب العالم والجزائر خصوصا عملية التضخم في الجزائر بعودة التضخم العالمي إلى الاقتصاد الكلي والتوازنات الاجتماعية الكلية وبحسب البيانات الرسمية فإن معدل التضخم التراكمي بين 2000 وال2021 هو مؤشر لم يتم تحديده منذ 2011 حيث يقترب من المئة بالمئة بين عامي 2000 و2021 من ذروته بحسب محافظ بنك الجزائر إذن مشاهدين من المحور اليومي إلى المشوار السياسي التي عنونت الولايات المتحدة تلغي تحذير رعاياها من السفر إلى الجزائر إذن مشاهدين قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها راجعت مستوى التنبيه المتعلق بالسفر إلى الجزائر تزمنا مع تراج حدة تفشي وباء كورونا في البلاد وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها غيرت درجة تنبيه السفر من المستوى الرابع لا تسافر إلى المستوى الثاني سافر مع توخي الحذر يجدر الإشارة مشاهدين أنها سلة التنبيه الأمريكية تشكل بخصوص سفر الرعاية الأمريكية إلى مختلف دول العالم من أربعة مستويات وهي المستوى الرابع لا تسافر المستوى الثالث أعيد النظر في السفر والمستوى الثاني سافر مع توخي المزيد من الحذر والأخير المستوى الأول سافر مع اتباع الاحتياطات العادية إذا مشاهدين نصل إلى المواقع الإلكترونية وموقع النهار أونلاين الذي عنونا الوزير الأول يؤكد التزام الحكومة بتوفير الملافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين إذا مشاهدين استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس الأربعاء بقصر الحكومة استقبل وفدا عن كونفدرالية الصانعين والمتاجين الجزائرين برئاسة محمد عبد الوهاب الزياني وقد استعرض هذا اللقاء أبرز التحديات التي يجب رفعها من أجل تطوير القطاعات الاستراتيجية ضمن محطة إنعاش الاقتصاد الوطني الذي تضمنه برنامج السيد رئيس الجمهورية وفي هذا الصدد استمع الوزير الأول إلى أهم الانشغالات لهذه الفيدراليات مؤكدا بالمناسبة على التزام الحكومة التام والدائم بتوفير الملافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين الجدين من أجل المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع لا سيما فيما يتصل بخلق بيئة استثمارية شفافة وإزالة كل العقبات البيروقراطية لتسهيل الفعل الاستثماري كما أكد عليها الرئيس الجمهورية في عديد من مدخلاته إرام شاهدين موقع البلاد عنوان أحد مقالاته وكتب تعزيز التعاون أثنائي بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعة الصيدلانية إرام شاهدين استقبل وزير الصناعة الصيدلانية دكتور عبد الرحمن جمال لطفي بن بحمد بمقر الوزارة يوسف سيف الخميس سبع العلي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة هنا بالجزائر ووضحت الوزارة في بيان لها أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون التنائي بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة وسمح للطرفين بمراجعة تقدم الشراكة وأفاغ تعزيزها من خلال توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها الإماراتية كما اتفق الطرفان على دعم وتشجيع تواصل بين المتعاملين الصيدلانيين من البلدين لا سيما للتبادل الخبرات في مجال تصدير وأضف دائما البيان أنه لتحزيز ودعم الشراكة الجزائرية الإماراتية في المجال الصيدلاني سيتم إرسال وثيقة شاملة من طرف الصفارة إلى السلطات الإماراتية لعرض فرص الاستثمار لا سيما في مجال تصنيع المواد الصيدلانية المبتكرة وتصديرها إذا مشاهدنا ننتقل إلى موقع آخر وموقع الشعب الذي كتب تعليق قرار وضع الكودباغ على المتجات الاستهلاكية إذا مشاهدنا قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات تأجيل وضع الرمز العمودي كودباغ على المتجات الموجهة للاستهلاك البشري إلى غاية إشعار آخر اتخذ القرار حسب بيان الوزارة يوم الأربعاء قصد ضمان توفير شروط ضرورية لوضع حيز التنفيذ لإحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 فبري 2022 المتضمن اللائحة الفنية المحددة لشروط الكافيات المطبقة ودعت مشاهدين مصالح الوزارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقرب من المدريات الولائية للتجارة وغرف التجارة والصناعة لإفادتهم بكل المعلومات والتوضيحات المتعلقة بهذا النظام الجديد قصد التحضير الجيد للإنخراط في هذا المسعى هذا وكانت قد أعلنت الوزارة في وقت سابق دخول وضع على كودباغ المتجات الموجهة للاستهلاك البشرية حيث التنفيذ بتاريخ الثاني جنفير 2022 إذن مشاهدين نصل إلى المنصات العالمية ومنصة سكاي نيوز عربية التي عنولت أحد مقالاتها وكتبت اجتباك ماكرون وليبان حول موقفها من من لوسيا والاتحاد الأوروبي إذن مشاهدين يتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منافسته اليمنية المتطرفة ماغلي لوبان بأنها عبد للرئيس الروسي فلاديميق بوتين بسبب حصول حزبها على قرد قبل أعوام من بنك لوسي في مناظرة تلفزيونية حادة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد وبينما اتعام ماكرون منافسته بأنها لديها رغبة غير منقوصة في إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي ردت لوبان بتعهد بإعادة الأموال لجيوب ملايين الفرنسيين الذين زادوا فقرا خلال خمس سنوات من رئاسة ماكرون تخللت هذا وتخللت مشاهدين المناظرة وهي الوحيدة بينهما في هذه الانتخابات عبارات مثل لا تقاطعني وأيضا اتهامات من كل طرف إلى الآخر بأنه غير مؤهل لقيادة فرنسا التي تملك حق النقد حق الفيدو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وثاني أكبر قوة اقتصادية في أوروبا الآن مشاهدين إلى بي بي سي عربية التي عنوانت روسيا وأوكرانيا العالم يواجه كارثة جوعا مع استمرار الحرب إذن مشاهدين حضر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن العالم يواجه كارثة إنسانية بسبب أزمة الغداء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وقال مالباس في تصريحات لبي بي سي أن الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغدائية يدفع بمئات الملايين من الناس إلى الرقوع في براث الفقر وأضف قائلا أنها كارثة إنسانية وهذا يعني أن معدلات التغذية تنخفض والتي ستصبح بعد ذلك أيضا تحديا سياسيا للحكومات ويتوقع مشاهدين البنك الدولي أن تحدث زيادة ضخمة بنسبة تصل إلى 37% في أسعار المواد الغدائية وهو معدل تضخم كبير بالنسبة لذوي الدخل الضعيف إذا مشاهدين نختم من روسيا اليوم التي عنوانت أول العائدين شركة ألبس عالمية تخطط للعودة إلى السوق الروسية إذا مشاهدين بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على روسيا كما أعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية تعليق أنشطتها وانسحابها من السوق الروسية ومع إثبات الاقتصاد الروسي سموده في وجه العقوبات الغربية بدأت الشركات المنصحبة التي علقت أعمالها تفكر في استئناف الأنشطة وخاصة أن السوق الروسية تعد سوقا كبيرا إذا يبلغ تعداد سكان روسيا نحو 144 مليون نسمة وأشارت سلسلة الملابس الإسبانية أنتيتيكس التي تمتلك علامتي زاغا وبخشكا إلى إمكانية استئناف الأنشطة في روسيا وقالت السلسلة التي تعد إحدى أكبر بائعية الملابس بالتزيئة في العالم أنها تتوقع استئناف عملياتها في روسيا وذلك أيضا ونقلت الجريدة الوكالة الإسبانية عن الرئيس التنفيذي للشركة أوسكار غارسيا قوله أن إنديسكي تواصل مراقبة تطور الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا كما أنها تخطط لاستئناف أنشطتها في روسيا في أقرب فرصة تسمح بها الظروف إذن مشاهدين كانت تاهتي أهم العنوين المتذولة لصبيحة اليوم شكرا على كرامة الإصغاب والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر